نحن نتابع إيه اللي بيحصل دلوقتي مرة تانية على الجانب الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن معانا دلوقتي زملتنا والصحفية العربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والصحفية أيضا المساهمة في مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن زميلة الأستاذة رانا أبتر برحب بودك معانا رانا أهلاً أهلاً أستاذ شريح بداية إحنا خلاص نهاية اليوم الانتخابي بالنسبة لعدد كبير من الولايات السحل الغربي لسه مستمر في التصويت في بعض الاستثناءات الخاصة بمواقع انتخابية في عدد من الولايات لكن مجمل الأحداث جرت كما هو متوقع أم لا؟ ده سؤالي الأول حتى الساعة ليست هناك مفاجآت الأمور تجري على كيف كان مخطط لها في السابق تجري على هذا النحو سندق الاقتراع فتحت في الوقت المناسب هناك إقبال على التصويت هذا الإقبال حتى بدأ قبل فتح سندق الاقتراع من خلال التصويت المبكر ومن خلال التصويت عبر البريد ليست هناك أعمال شغب حتى الساعة أيضاً ولم تبدأ طبعاً لم يبدأ عدد كبير من مراكز الاقتراع بفرز الأصوات لأن تقريباً تفصلنا نحو ساعة أو ساعة ونصف عن بدء إغلاق سندق الاقتراع لأبوابها وبدء صدور النتائج إذن حتى الساعة الأمور تجري كما كنا نظن قبل بداية هذا اليوم الانتخابي لكن طبعاً الساعة المقبلة هي سوف تكون الساعة الحاسمة لمعرفة هل سيكون ليلنا فقط طويلاً أو هل ستكون الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة طويلة أيضاً هل كنا قبل ما تشرفينا بالمشاركة معنا كنا نتكلم على سيناريو عام 2000 ما بين آل جور و جورج بوش الابن لما العالم كله استنى لمدة 36 يوم في انتظار أن يعلن اسم الرئيس الأمريكي واللي انتهى بفوز الرئيس جورج بوش الابن هل فيه أي سيناريو في الأوساط السياسية الأمريكية بيتكلم عن أن الممكن المسألة توصل للمنازعات القضائية وبالفعل يمتد الأمر لأسابيع طبعاً هذا السيناريو موجود وهو ما يتخوف منه الكثيرون هنا في الولايات المتحدة سيناريو العام 2000 نحن المقيمون في الولايات المتحدة لم نتخطاه بعد أصلاً لأن هذا السيناريو طبعاً كما ذكرت شريف تطلب الأمر أسابيع طويلة لصدور هذا النتيجة من نوفمبر إلى ديسمبر حتى تبين من هو الرئيس الأمريكي لهذا ولاية فلوريدا تعد ولاية مهمة للغاية في كل الانتخابات الرئاسية لأن سيناريو العام 2000 كان في هذه الولاية لأن تحديداً أيضاً قانون هذه الولاية يجب أن يكون هناك فارق كبير في الأصوات بين المرشحين وإلا فأن القانون يفرض إعادة فرز الأصوات مجدداً لهذا السباق في العام 2000 ذهب إلى المحكمة العليا التي قررت إعادة فرز الأصوات وبالتالي أصبح السباق لصالح جورج بوش الأبن السؤال الآن مع هذا الموسم الانتخابي في العام 2020 الفارق هو أن الولايات المتحدة تجرب لأول مرة عملية التصويت عبر البريد بكمية واسعة وبأعداد هائلة طبعاً بسبب انتشار فيروس كورونا هذا هو التحدي الذي سيكون أمام بعض الولايات لفرز الأصوات هناك ولايات غير معتادة أبداً على فرز الأصوات عبر البريد مثل ولايات تنسلفينيا، ميشيغن، ويسكونسن هذه الولايات سوف تكون حاسرة وهي نفس الولايات التي حقق فيها رئيس الأمريكي دولالد ترامب انتصار في 2016 ومن الضروري علشان يحقق الفوز أنه يكرر رفس هذا الانتصار بالفعل لهذا الأنظار تتجه اليوم إلى ولايات سوف تصدر نتائجها الليلة تصدر النتائج مثلاً في ولاية فلوريدا من المتوقع أن تصدر الليلة ولاية أريزونا أيضاً قالت بأنها قد تصدر نتائجها الليلة ولاية كارولينا الشمالية هذه الولايات ستكون حاسمة ليس في معرفة الفائز على وجه التحديد بل في تقرير مصير بقية الولايات يعني مثلاً إذا فاز ترامب بولايات فلوريدا هذا يعني بأن لديه أمل بالفوز بالرئاسة ولن ينتهي السباق الليلة إذا فاز بايدن من ناحيته بولايات فلوريدا تقدم خطوات عن منافسه ترامب بالضبط يعني هذا سيكون من الصعب على ترامب التعويد عن هذه الولاية خاصة وأن كما كنت تحدث سريف أصوات المجمع الانتخابي 29 صوت هي أصوات غير قليلة أبداً وترامب بحاجة لهذه الولاية ليفوز طبعاً عندك ولاية مثل أريزونا أريزونا ولاية حمراء بامتياز صوتت للجمهوريين بشكل مكثف في السنين الماضية ترجمة نانسي قنقر